موسيقى هي ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين إن كان في غزة وإن كان في لبنان لكن الواضح أنه يستهدف عين معينة من الصحفيين يعني هو قبل عام بالتحديد استهدف زملائنا في الميادين فرح عمر وربيع معماري وقبل يومين استهدف زملائنا أيضا في الميادين والزميل في قناة المنار هو يريد أن يقول لهذه الصحافة وتحديدا الصحافة التي تدافع عن أهل غزة التي تدافع عن الحق وتريد أن تكشف الحقيقة يريد أن يقول لها أنني سألاحقكم أينما كنتم حتى لو كنتم نياما سوف أمنعكم من أن تنقلوا صورة الحرب الإبادية التي أقوم بها سوف أمنعكم من أن تقوموا بنقل الجرائم التي أقوم بها إن كان في قطاع غزة أو في جنوب لبنان نحن هنا مهمتنا أن نقول له أن هذه الدماء التي سقطت هي الحافظ لنا على أن نكمل طريقنا سوف نواصل هذا الدرس اليوم هي المعركة معركة رواية من تثبت روايته هي الرواية الأصح والعالم كله يعرف جرائم العدوان الصيوني في فلسطين وفي لبنان وهي جرائم إبادة جماعية والمجتمع الدولي ساكت عنها نحن كإعلاميين وظيفتنا أن نظهر هذا الصوت وأن نقف نحن في المركز هذه الوقفة هي وقفة تضامنية مع الأخوان في الإعلام لنكون صوتا إعلاميا هادئا وهادفا في نقف الوقت لأن العدو لم يستهدفنا إلا عندما شعر بالخطر بالتأكيد استهداف الصحفيين اللي هو مخالف للقانون الدولي جملة وتفصيلا بموجب اتفاقيات دولية معروفة فالكان الصحيون يقوم بذلك في سبيل أن لا تصل الصورة الحقيقية إلى الإعلام وإلى الرأي العام أكثر ما تخشى هذه الدول المختصبة الدول الظالمة الدول العدوانية هي أنه يؤلب الرأي العام ضدها هو ما يخشونه هو ذلك حقيقة الوعد الصادق الأول تحقق وإيران شوفت العالم قدرتها على القصف والوعد الثاني كان أقوى وبضربات مجع أما الوعد الثالث فجار التحميل مثل ما يقول الشباب وإذا سؤال البارحة هل سترد إيران؟ السؤال اليوم بأي ساعة رح يكون الرد؟ لأن الوعو الصادقة والردود حتمية وكل هذا مو بمعزل عن التغييرات بموازين القوة بالمنطقة والعالم الصراع يوم عن يوم دائرة تكبر وأساليب المواجهة تتغير فلا قواعد ثابتة ولا أساليب تقنيدية ولكل دولة بالمنطقة حصة من الخطر القادم وللعراق نصيب من ذلك فماذا حقق الرد على الرد؟ وكيف سيكون الرد القادم؟ وهل سيستمر الكيان الصهيوني بالتعتيم على الخسائر التي يكشف ارتعاش القادة فيها؟ هذا يسحبنا لقضية التعامل الصهيوني مع الإعلام بالأحكام العرفية وبالقوة الهمجية بمناطق الحرب والمدن لدرجة أن الكيان الصهيوني ارتكب ضعف الجرائم السنوية المرتكبة عالمياً بحق الصحفيين وهذا بغزة لوحدها حياكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ملفنا الأول بحصاد هذا اليوم سيكون حول التعتيم الإعلامي في الكيان الصهيوني وبالتأكيد جرائم الفضيعة بحق الصحفيين نتناقش بهذا الملف مع العضو السابق في مفاوضية حقوق الإنسان الدكتور أنس العزاوي حياكم أهلا وسهلا كما أرحب بالمستشار القانوني والباحث في العمليات النفسية الدكتور سالم حواس حياكم الله أبدأ معكم دكتور أنس ونبدأ من الجرائم الصهيونية بحق الصحفيين يعني هناك اتفاقات وموازين تحمي الصحفيين وفق القوانين الدولية كيف يمكن للكيان أن ينتهك هذه القوانين بسم الله الرحمن الرحيم وتحية لك ولي جميع مشاهديك الكرام لأخي الضيف كذلك نعم يعني الكيان الغاصب الإسرائيلي بدأ بتجاوز جميع الخطوط الحمر سواء كان على المستوى الإنساني أو سواء كان على المستوى السياسي وحتى على المستوى الإعلامي وبالتالي هذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام والإعلام بشكل خاص إنما تؤكد توجه الكيان الغاصب لتجاوز جميع القرارات الدولية التي تلزمها فعليا باعتباره قوة احتلال بحماية الشعب الفلسطيني وحماية جميع المنظمات الدولية وكذلك العاملين سواء كان بالإعلام وغيرها وبالتالي هذا يعد انتهاكا فعليا للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات الدولية المعنية التي تلزم قوة الاحتلال باحترام وضمان حماية الجهات العاملة بمجال الإعلام كذلك وهو انتهاك أيضا للاتفاقيات الدولية أو الصق الدولي المعنية بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نظم فعليا مزاولة وممارست وضمان الحصانة لمن يتبنى أو يقوم أو يعمل في هذه المهمة من اختلف أنا وحضرتك على الجرام الصهيونية وحتى المتلقي ما يختلف على هذه الجرام لكن وين حقوق الإنسان؟ وين القانون الدولي؟ يعني شن الفايدة لما نلقات الحر طليق ويومية يعني ينتقي الصحفيين ما شفنا صحفي أمريكي موت بالحرب؟ طبعا فعليا هموا الانتهاكات يعني واضحة جدا وعدد الصحفيين الذين أو الإعلاميين الذين قتلوا فعليا سواء كان بالدعاء الكيان إسرائيل إنه أخطاء عسكرية أو استهدافات لأن كثير من الحالات بعض الحالات حتى حتى ركز عليها سواء كان من كوادر قناة الجزيرة أو العربية أو غيرها من القنوات أيضا في بعض الحالات اعتبروها إنه أخطاء حربية لكن هو بالفعل هو استهداف لصوت الحق الذي ينقل واقع الحال والجرائم اللي يرتكبها الكيان عودة على سؤالي نعم هناك الكثير من القرارات الدولية والاتفاكات الدولية التي جزء من عدد حتى إسرائيل طرف بها أو الكيان المقتصد طرف بها لكن فعليا حجم الالتزام أو آلية فرض الالتزام على الكيان الغاصب والعقوبات الدولية التي يفترض أن توجه إلى هذا الكيان لحد الآن هناك استحياء دولي لا هناك تواطق لأنه ندري إحنا ما نختلف على جرائم نتنياهو وقف بالكونغرس الكل وقف له هذا مو منطقي وحتى خطابة الجمعية العامة للممتحدة في الاجتماع الأخير أيضا وكذلك ممثلي بالبرلمانات الدولية وغيره وغيره وهناك تحدي واضح للشرعية الدولية أو لقرارات الأممية لكن هذا الاستحياء من الممكن أن نعتبره أنه الجانب الدولي أو الجانب الأممي فعليا بدأ يتجاوز أو يكسر هذا الحاجز بعد قرار 27-30 في يونيوم 24 حتى نفصل هذه النقطة بشكل مفصل أرجع لك ولكن أتوجه بالسؤال لدكتور سالم حياك الله من جديد حياكم الله يعني إحنا ما نفهم من أنه الكيان الصهيوني يختار الصحفين بهذه الطريقة شنو المغزة؟ أتحدث من حيث الحرب النفسية شكرا لك سيدة الكريمة وشكرا لقناة الأيام والجمهور الكريم والضيف العزيز الحديث عن محور الصحافة بجانبين أولهما الجانب القانوني والثاني جانب العمليات النفسية على صعيد الجانب القانوني طبعا هناك اتفاقيات متمثلة بالاتفاقيات فين واتفاقيات الأمم المتحدة اتفاقيات كثيرة ومعاهدات كثيرة توجب حماية الصحة في أي كان في أرض المعركة وخارجها وهذا الانتهاك الواضح الصريح يعني كما أشار إلى جناب الدكتور هو عمدي بصراحة يعني هذه جرائم نحن نصنفها قانونيا تحت مفهوم الجينوسايت اللي بعده وجرائم العدوان وجرائم الحرب وجرائم بها تصنيفات كثيرة جدا المحور الآخر اللي هو محور العمليات النفسية أنا حقيقة البارحة كنت في اتصال مع أحد الزملاء في نقابة صحفيين الفلسطينيين وبعض النقابات تربطنا علاقة طيبة جدا زودوني بصراحة بإحصائية خطيرة جدا عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ عام الفين ولغاية الفين واثنين وعشرين على مدى ثنين وعشرين عام ستة واربعين صحفي بينهم ثلاثة لبنانيين تقريبا أعتقد واحد يمكن أردني لكن منذ سبعة تشرين الفين وثلاثة وعشرين إلى يومنا هذا سنة يعني أقل أو أكثر سنة وشهر مية وثلاثة وثمانين صحفي تم حقيقة اختيالة من قبل الكيانة الغاصب وهذا مؤشر جدا خطير هل هذا مية وثلاثة وثمانين صحفي أختيال أو استهدف بطريقة انتقائية؟ لا هو حتما طريقة انتقائية بس لا تخل من الطريقة العدوانية والطريقة المبيتة كما تسمى بالفق القانوني مع سبق الإصرار والترصف الصحافة محمية بالنصوص قانونية يعني أين كانت نصوص قانونية دولية وبالتالي الصحفة أين كانت جنسيتها وهويتها هو في منأة وفي حماية تامة لكن هذا هو المؤشر الخطير اللي أنا أيضا البارحة تحدثت مع بعض الأخوة يعني خاصة في تحاص صحفيين العرب يعني واليوم يرأسه الزميل مؤيد اللامي يعني إله حقيقة صولة في هذا الموضوع لماذا تخلو هذه النقابات العربية اللي هي يعني 22 نقابة كما يقول الدكتور الوائلي عشرون كفا حرة ما أوقفت ما هو يد مغلولة تصفع يعني لماذا لا تشكل في هذه النقابات غرف للعمليات النفسية وهذا حتما من المحاور المهمة التي يعني لا بد أن نناقشها سيد ليش ما يسوي شنو المشكلة يعني أكو قصور قلت دراسات سيدة الفاضل أكو قصور وكو تقصير من قبل النقابات ذاتهم اليوم يعني بصراحة يعني الدول العربية يمكن 90% هي مع التطبيع ومع هذا يعني المهادنة مع الكيان الصيوني بطريقة أو بخرى إذن تعمد أستاذ عسالة يتعمد يتصرف هالشكل حتى ما يكشف القضية لأنه أصلا مطبع يعني إش نترجم نحن نعول على المنظمات الجماهيرية وعلى النقابات لأن هذه النقابات بصراحة تكاد تكون مستقلة يعني إلى حد ما هي لا تحسب على الأجهزة الرسمية للدول هي هنا ما مفهومة إلى حد هي مستقلة بعدين إلى حد ما يعني هي مستقلة لو إلى حد ما ممكن أنه تشترى وتباع بأموال أمريكية وصهيونية يعني أنا ما أقدر أقيس المنظومة العراقية يعني منظومة النظام السياسي بالعراق مثل منظومة بالجزائر أو في مصر أو في السعودية أو في الإمارات أو في عمار يعني حتما هذا يعني قياس مع الفارق لكن بالنتيجة أقول أن هذه النقابات تملك الصوت العالي جدا واليوم يعني منذ سقوط المعسكر الاشتراكي إلى يومنا هذا اليوم أقل حرب باردة اللي هي العمليات النفسية والحرب النفسية وبصراحة إحنا لو نستعرض ممكن استعرضنا في حلقة سابقة من سقراط إلى جينكيس خان إلى تيمور لينك إلى غوبلز إلى يوم من هذا العملات النفسية ما منقطعة تماما سينا أنا بس أسألك هسا أكو إبادة إبادة واضحة بعد ليش ويها حرب نفسية هم واضحة لامو أنت عندك يعني أمرين أما تكون جينوسايد إبادة جسدية كما يفعله الكيان الغاصب وأما أنت تقابليه بيعاملين لو يعاملوا الرد بالمثل وهذا أعتقد مستحيل لأنه يمكن تشتعل المنطقة على أقل تقدير أنه عامل بالحرب النفسية الحرب الباردة حرب الأفكار حرب الشائعات حرب المنشورات حرب الدعاية حرب الإعلان حرب الإعلام أكو أبواب وأكو أسس وأكو أهداف كثيرة جدا دكتور أنس حضرتك قلت البعض يستحي يعني والآن بدأ أنه يكسر حاجز الاستحياء أنا أريد أسألك بالله عليك القانون الدولي يفرض ويطبق بغض النظر عن الاستحياء أو القبول أو عدم القبول له هي مسألة خواطئ لا طبعا هو يفرض ويطبق لأن واقع الحال عندما قر القانون الدولي القانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني فهو أكيد هي اتفاقيات منشئة يتفق عليها جميع الأطراف المعنيين في الأمم المتحدة وبالتالي يصبح ملزما حتى وإن كانت الدول لم توقع على المعاهدة المنشئة فهو أصلا وقع التنفيذ وملزم لكن كسر الحاجز أنا وين يعني كسر الحاجز عندما فعليا تجاوزت تجاوز الكيانة الغاصف جميع الخطوط الحمر سابقا كان ممكن يداهم ممكن الولايات التحدة الأمريكية بريطانيا فرنسا كثير من دول روسيا يعني تغطي له وكثيرا كان يتجاهل قرارات مجلس حقوق الإنسان الدولي ومجلس الأمن الدولي لكن فعليا عندما استخدمت هذه الأدوات الدولية لإدانة الكيان الغاصف وإجراءاته ومن ثم صدرت المحكمة الجنائية الدولية من خلال المدعي العام أمر القاقر الدولي على رئيس الحكومة الغاصبة نتنياهو أصبح هناك تحدي فعليا أصبح هناك إرادة دولية تشعرين أساني ما أحصل لكن نقول تشعرين أن هناك إرادة دولية لفرض القرارات الدولية وعلى أثرها صدر قرار 2730 في آيار 24 الذي فعليا ثبت الاتهامات وثبت الإجراءات التي تهمت بها الكيان الغاصف وعلى أثرها صدر قرار الكنيس والحكومة الغاصبة الإسرائيل بمنع حتى الأمين العام صوري الأمين العام للأمم المتحدة قوتيرش من دخول الإسرائيل واعتبره شخص غير مرغوب وهو يمثل المنظمة الأممية بكل أفياة دولها فسا مو أنا حضرتك بالضيف الكريم يقول أنه نتنياهو قاتل أكو أمر أرقاء قبض دولي بحق لجارة هذا مرقرار الدولي الأول هذا مرقرار الدولي الأول لكن المتضرر وكنا متضررين من هذه الحرب بسا إذا مو عمليا فنفسينا نحن متضررين سؤال لحضرتك النتائج هل ألقي القبضة على ناتنياهو هو جاية حد جاية حد المجتمع الدولي ويتحدد من ملفات الحقوق الإنسان والقواني والدسار تصور أنه صدر الأمر القضائي من المحكمة الجناية الدولية وهو ملزم حتى للولايات التحدة الأمريكية على الرغم من أن الولايات التحدة الأمريكية لم توقع لحد لها وواجب تنفيبه ولم تنظم تنظم للمحكمة الجناية الدولية لأن ما حدثت بالقرارات الأممية أو الصادرة من المحكمة الجناية الدولية مثلاً ضد البشير كان مطالب دولياً ويحتجز أكثر من مرة وكارددش اليغسلافي كذلك وعتقل وغيره 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 وبناء على قرارات من المحكمة الجناية الدولية طيب كيف يصدر أمر القاقبض ويحضر في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويستقبل الرئيس الأمريكي إذن هناك ازدواجية بالمعايير القانون الدولي يطبق على ناس دون ناس هناك ازدواجية بالمعايير الدولية في تطبيقة قد يكون القانون نعم واحد لكن الازدواجية في تطبيقة وبالتالي هذا الازدواجية بالتطبيق تسمح وتعطي الحق للمحتل وللمجرم الدولي أن يستمر بجرامة وبالدليل أنه استمر بجرامة وبدأ يتعسف وبدأ يتحدى وبدأ يرتكب كثير من الجرام لحد الآن وبالتالي حتى تجاوز إذا تسمحي حتى تجاوز على بعض الوكالات الخاصة للأمم المتحدة مثل الأنور وبالتالي تجاوز عليها واختالها سياسيا ووقف نشاطها مع أنه ميثاق الأمم المتحدة مادة 2 فقرة 5 تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام المنظمات الدولية والمادة 105 يعني تعطي الصلاحيات والحصانة لجميع الوكالات الخاصة لأمم المتحدة بالعمل فهذه تعطيكي نقطة واضحة وبالتالي استهداف أو ارتكاب لجرام الحرب وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية هذه أكيد تترتب عليها قرارات دولية دكتور سالم أنتقل ويا حضرتك إلى الداخل الصهيوني اليوم الداخل الصهيوني ما مسموح لأي وكالة أو صحيفة أو أي وسيلة التواصل الاجتماعي أو مثلاً منصة تلفزيونية أن تنقل أي شيء بالداخل الإسرائيلي إلا تحت ما يعرف بمند النشر السماح بالنشر هذا ماذا يعني؟ اليوم نحن كصحفيين أو كإعلامين كيف نقرأ ما يحدث في الداخل الإسرائيلي؟ هذا طبعاً هي صورة واضحة جداً على أنه الكيان الغاصب هو مهزوز من الداخل ومنهزم بل مو مهزوز يعني منهزم داخلياً والدليل على ذلك أنه الرد الإيراني الحاسم على أسرائيل وهذه اللقطة التي أثارت الرأي العام العالمي يعني هزيمة نيتنيوهو واستهدافه طبعاً حتماً تلقي بظلالة على المشهد الداخلي وما حدث من تسريبات في مكتب نيتنياهو هناك وثائق سرية سربت من مكتب نيتنياهو كانت تتحدث عن أخطاء جسيمة تحدث الآن في الحكومة الصيوني نعم أعتقد في حلقة سابقة تحدثنا عن هدهد واحد وهدهد اثنين اللي استخدمتها المقاومة اللبنانية نعم اليوم العمق اللبناني وعمق المقاومة في كل الأطراف في كل الأذرع بصراحة هي مخترقة للنظام الداخلي الأمني للكيان الصيون الغاصب وهذا يدل على هشاشته واليوم يمكن أن يشاره جناب الدكتور هناك تنصل من المجموعة الدولية موضوع حلف الناتو مواقفها الأخيرة ليست كالمواقف التي كانت عليها قبل شهر أو أكثر كذلك حتى يعني بايدن فرنسا بريطانيا مواقفها بدأت تتهشم لماذا؟ اليوم التحرك الدولي وفق قوانين الدولية والضغط الدولي والضغط الشعبي يعني أنتج ثمار عظيمة وكبيرة جدا وأنا قلت في المحور الآخر لموضوع العملات النفسية أتمنى بصراحة على أذرع المقاومة وهي كثيرة جدا أن تلتفت إلى موضوع الحرب النفسية الحرب النفسية حرب مدمرة وحرب عملاقة مثل شنو يعني اليوم لو أردنا أن نعطي مقومات عن الحرب النفسية ماذا تقصد؟ الحرب النفسية اليوم هاي السوشال ميديا هي حرب نفسية ماذا يخلوك إذا تكتب غزة يحبوصها؟ لا 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 اليوم هناك وسائل بديلة سيدة الكريمة وسائل كثيرة لدينا اليوم يعني الإعلام العربي وإعلام المقاومة وإعلام دول الممانعة تملك الصحف والمجلات والسوشال ميديا وتملك الإعلانات وتملك المنشورات يعني اليوم المنشور هو أقوى من قنبلة هيروشيمة يعني بإمكان يعني أنا ما أريد أن وصل فكرة على أن هذه الأذرع المهمة جدا للمقاومة هي لم تكن مرتفتة أو خالية من العصر لكن نريد أن تكون حقيقة هذه البوابات للحرب النفسية بأوسع المجال وإحنا يعني حقيقة التاريخ بين ندينا اليوم يعني دول العربية بما تملك حقيقة أن نقصد مو الأنظمة الشعوب دعنا نتحدث بصراحة يعني استشهاد السنوار رحمة الله عليك كان أكبر حرب نفسية ممكن أن تقودها قوة المقاومة هذه الصورة لمن هذه الصورة هي فقط صورة هي رشالة خطيرة يعني هذا دمر ممكن كل الكل لأن هذا يثبت عقيدة وإيمان المقاومة بمبدأها وعقيدة بس إشقد استثمرناها إحنا بالإعلان هو حسنت إشقد استثمرناها بالإعلان يعني مثلا إذا تسمحي لي بالمقاومة هيتفضل بالعاكس بلاحظة المتازم مثلا جنابك قبل من بدت عمليات أكتوبر من قبل قوات حماس بعد شهر بالضبط بدأت تتصاعد حركة داخلية داخل الكيان الغاصب بالضد من حكومة نتنياهو وكثير من المظاهرات والتظاهرات خرجت في الشوارع تطالبه بالتنحي وبالتالي هزت كيان الحكومة الإسرائيلية هذا رقم واحد ما استثمرناها صح هذه صور الأسرة اللي طلعوا مبتسمين أحسنت ما استثمرناها صح اعتمدنا فقط على نشر العمليات العسكرية قصدا لتدمير الروح القتالية للمقاتل الإسرائيلي بينما حدثنا تكو أهداف نستثمرها ما اتقصدنا العمق والعمق هو الضاغط فعليا على القيادة العسكرية رقم 2 مثلا ما استثمرنا التضادة الدولي مع الكيان الغاصم مثلا قوتيرش القرار المحكمة الجنائية الدولية مظاهرات في الجامعات الأمريكية وغيرها أحسنتي الجانب الآخر ما استثمرنا ظلينا احنا محصورين في قالبنا العربي وقالبنا الإسلامي مع أنه كثير من المظاهرات اللي كانت مدوية ومؤثرة كانت في بريطانيا وفرنسا ولاية المتحدة الأمريكية نفسها من قبل الجالية اليهودية مو الصهيونية وهي لازم نفرر يعني كان نقدر نستفاد نحن من الجالية اليهودية حتى الجالية اليهودية اللي فات فات وكان موقفهم أقوى من موقف الشعوب العربية بصراحة عسنت في كثير من مواقف هو هذا الاستثمار يعني عن إذن جناب الدكتور هذا الاستثمار هو الحرب النفسية اليوم اليوم هذه الأدوات يعني كيفية استخدامها ما هو المانع اليوم استعين أنا بأساتذة علم النفس في كلية الأداب وفي كلية التربية وفي جامعات العراقية من الاجتماع السياسي العلوم السياسي اليوم الاختصاص في علم النفس السلوكي مو السرير يعني السرير ما يعنيني علم النفس السلوكي هو شكل حقيقة فرق عم لاقب هذا الأمر للتصدي للكيان الغاصف وهو متاح اليوم موجود يعني بس اللي أكد عليها جناب الدكتور موضوع الاستثمار يعني نحن الآن ما قاعد نستثمر يعني سقرار المحكمة الجنائية الدولية قرار عظيم سين من نظرك متخصص بالعمليات النفسية ما الذي يؤذي نتنياهو نفسية أكثر شيء إدارة تقود هسا علي حرب نفسية ما الذي يؤذي نتنياهو نفسية يعني إبراز صور الأسرى الإسرائيليين من قبل المقاومة وهم مبتسمين وبشكل أريحي أثار الإعلام حتى الصهيوني داخل الكيان الصيوني يعني الصورة التي كانت مشوهة عن المقاومة بأنهم قتل وبأنهم عكس هذه صورة بسيطة جدا تداولت مواقع تواصل اجتماعي أنه نتنياهو ابن الزوج قبل أسبوع في حفل باضخ جدا لم يسلط إعلامنا الضوء عليه لأنه الداخل الإسرائيلي كان منقسم أنت شون عندك حرب وزوج ابنك بهذه الفلوس بهذه المبالغ نحن ما استثمرناها كأعلى سؤال لحضرتك شنو اللي عندنا من مقاومات ممكن نستثمرها في مقبل الأيام كل المقاومات لدى الشعب العربي حقيقة كل المقاومات عندنا وكل الأسس والأهداف التي تستند عليها العمليات النفسية متوفرة لكن الخلل هو في موضوعة الاستثمار والخلل في الإرادة بصراحة يحتاج إرادة استثمار مفهوم الإرادة وين الخلل بها؟ نعم الإرادة وين الخلل بها؟ الخلل أنه نحن ما مستثمرين هذه الطاقات العظيمة في موضوعة ممكن نسوي فجوة في الداخل الإسرائيلي؟ ممكن ممكن نسوي فجوة بين الحكومة وبين الشعب ممكن تودي بنتنياهو ويقدم إلى محاكمة ليشوه هلسا ماكو فجوة بين نتنياهو؟ لا هي هلسا أكو لا لا هذا سؤال يعني أيضا رسالة مهمة جدا أيضا تدخل فيه موضوع العملات نفسية لأنه هناك فجوة خطيرة وكثيرة جدا بين الكنيست الإسرائيلي وبين النظام الإسرائيلي وبين نتنياهو وبين حتى الجمهور المحتدل والمنصف دكتور أنس فرضا وانتهت حكومة نتنياهو وولت إلى مقبرة التاريخ إن شاء الله سؤالي لحضرتك نتنياهو كيف سيحاكم على ماذا سيحاكم وما الانتهاكات التي قام بها بحقوق الإنسان مثلا يعني إذا سيحاكم دوليا أقولك لا لأنه يحاكم دوليا لأن الإجراءات وأمر القبض الدولي إذا تسمحي لإجراءات يعني إجراءات الكيان المحتل هي مستمرة يعني بالضد من الشعب العربي والشعب الفلسطيني وأيضا لبناني فعليا لكن إذا تسأليني أمر القاء قبض دولي بحق نتنياهو أمر القاء قبض دولي من ينفذه إذا كانت توفرت هناك إرادة دولية لتنفيذه فعليا إرادة دولية لتنفيذه على سبيل المثال مثلا بوحدة من الدول اللي هي موقعة على النظام الأساس لتشكيل محكمة روما النظام الأساس لروما لروما اللي شكل المحكمة الجناية الدولية إذا أحد الدول إذا أحد الدول موقعة عليها تكون ملزمة بتسليمة تسليمة للمحكمة الجناية الدولية هذا أمر دولي مفروق مننا لكن هو من تعمد السفر من الكيان الصيوني إلى الولايات التحدة الأمريكية هو يدرك فعليا أنه لا هو ولا الولايات التحدة الأمريكية موقعين على السكوك الانضمام للمحكمة الجناية الدولية وبالتالي ممارسة الاقتصاص وتطبيقه فعليا غير وارد مثل ما حصل ويصدر الحسين وبالتالي مثل ما تفضل وبالتالي لم يغادر العراق فبالتالي بقى محصور في الإطار الجغرافي اللي يأمن له يأمن له الحماية لكن داخليا ممكن يحاسب إذا كانت هناك فعليا كثير من القضايا الذي من الممكن أن يحرك القضاء الإسرائيلي بعض القضايا على سبيل المثال الرئيس الإسرائيلي الأسبق أو رئيس كيان الصيوني الأسبق أولمرت فعليا اتهم بقضايا فساد وبالتالي حكم والسجن وانت جنابك أشرته إلى جزئيين أنه في حالة الحرب وهو يقيم زواج وغيره وغيره هذا حدث انقسام كبير في الداخل الصيوني ما هو قدر يستفاد من هذا حتى فعليا بس هو سؤال مهم جدا يعني هو قد يدخل فيه مفهوم المخالفة أو يعني المصادر على المطلوب إذا كان غير مشمول فيه نظام روما باعتبارا لم يكن عضوا في هذه المعادة لماذا أصدر القضاء الدولي الجنائي أمرا بإلقاء القبض عليه هذا يعتبر سهل بالانتفاع الموضوع شكرا جزيلا المستشار القانوني والبحث في العمليات النفسية دكتور سالم حواس شكرا جزيلا كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان دكتور أنسر أزام شكرا وحياكم الملف الثاني سيكون عن المتغيرات الاستراتيجية في المنطقة وعملية الواد الصادقة الثالثة سنفتحه وإياكم بعد هذا الاستطلال سواء كانت في لبنان أو كانت في غزة فهي معركة واحدة هذه المعركة التي لم نشاهد العدو الصهيوني قتالا واستمرارا في معركة طول حياته مثل هذه الأيام ومع هذه المعركة هي معركة مستمرة قراءة بعمق ما يمكن أن تتشكل عليه المنطقة سواء في الجانب الجيوسياسي في الجانب الأمني في الجانب الستراتيجي ومتع تداعياته التي سوف تكون على العراق هل الدولة العراقية اليوم عندها قدرة على قراءة الأحداث والتصدي إلها هل المنطقة سوف تذهب إلى تشكيل تحالفات جديدة لابد أن نقف وقفة واحدة مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الشعبين المظلومين ولذلك هذا كذا مؤتمرات وهكذا ندوات لابد أن تحمل رسالة في طياتها أن لا خلاصة من العدو إلا بالجهاد وهذا هو الجهاد العظيم مهما حاولنا هذا لمدة ثمانون عاماً ما يقارب ثمانون عاماً الشعب الفلسطيني يعيش هذه المعانات وازدادت يوماً بعد يوم ما هو الذي قدمه بصورة عامة العالم أجمع لهذا الشعب المظلوم والآن ما نرى أيضاً الشعب اللبناني ولذلك دور المقاومة هو لا خلاصة إلا بتحرير أراضي الشعبين المظلومين لعب العراق دوراً عظيماً في مساندة الشعب الفلسطيني في قضيته العادل في التخلص من هؤلاء الصحاينة المجرمين وترك بصمة عظيمة لا بد للتاريخ أن يشير إليها وأشار إليها ولكن علينا أن نستمر بهذه الجهود ولا ننسى أن الحكومة العراقية وقفت أخيراً بفضل من الله تبارك وتعالى وجزاهم الله خير ابتداء من رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاعر السوداني وكذلك جميع المفاصل في الدولة العراقية وقفت مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني في محنتهم هذه أرحب بضيوفي في الملف الثاني الخبيل الأمني الأستاذ أحمد الشريفي حياك الله أهلاً وسهلاً كما أرحب السياسية المستقلة الأستاذ عادل هلالي حياك الله حياك الله أبدأ معك أستاذ أحمد وأبدأ من الظروف الاستراتيجية واللوجستية للرد الإيراني وعملية الوعد الأصادقة الثالثة من المحتمل أن ترد إيران في الأيام القليلة القادمة لكن هل من الممكن؟ لأن الكثير يسأل يقول ربما إيران ترد لا ترد أي ساعة سوف ترد أسئلة كثيرة تتناقل سالح بسم الله الرحمن الرحيم حق الرد مكفول ضمن القانون الدولي وضمن ميثاق الأمم المتحدة ولكن حق الرد سيقيد بأسس ومبادئ في إدارة الصراع على مستوى الشرق الأوسط وفي رؤية استراتيجية تتبناها الجمهورية في تقدير أنه نظرية تبنتها الولايات المتحدة ورسخها هابريجينيسكي تتحدث عن رقعة الشطرنج الكبرى وفي البداية طبقت في أوراسيا الآن رقعة الشطرنج الكبرى هي في منطقة الشرق الأوسط وإحنا على إعتاب متغير مهم جدا بين أوكرانيا والدور الروسي وبين الشرق الأوسط والدور الإيراني في مرحلة ما بعدها الانتخابات لأنه مرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية يصار إلى أن الدولة العميقة الآن في الولايات المتحدة ترسم ملامح برنامج جديد في برنامج الجديد ستكون فيه الأدوار مختلفة اختلافك كليا على المستوى الدولي لروسيا وقضية حل أوكرانيا والتي أعلن عنها رسميا أنه سيجري حلها على أسرع وقت وشرق أوسطيا سيصار إلى توزيع أدوار جديدة مثل كم الأدوار الجديدة في الشرق الأوسط؟ في تقدير ضمن لعبة الحرب أن المصالح العليا للدول تتحقق بتحقيق أمنها القومي والولايات المتحدة ترى أن أمنها القومي يعزز بدور الحلفاء ومصادر الطاقة وإيران لعبت كفاعل أقليميا حقق امتدادا في علاقة مع دول الخليج وفي تقديري كانت نقطة منتهل الدهاء هي قضية العلاقة مع السعودية ومع دول الخليج وعززت أيضا بموارد قتالية إذا عدنا فيها إلى نظرية برجينيسك نظرية رقعة الشطرنج ندرك حقيقة مؤداها أن هناك حكمة في إدارة هذه اللعبة التي هي من لعب الحرب يقول ضحي برخيك وانقذ بيدقك ففي بعض الأحيان تقدم أهداف تكتيكية الغاية منها الحصول على منجزات استراتيجية بعيدة المدى ولكن لا تجرى المنطقة إلى حرب مفتوحة لن تكون هناك حرب مفتوحة ومن يقيد بالمناسبة من يقيد حتى إسرائيل في مسألة الضربة إلى إيران هي الولايات المتحدة إدراك منها أن الحرب المفتوحة ليست في مصلحتها وستهز معادلة الأمن القوام الأمريكي لذلك قضية الآن خلينا نوضحها للرأي العام العراقي تفضل حضرتك يجري الحديث عن أنه لماذا لم تدهم الجمهورية حال وقوع الضربة وأن الضربة كانت في تقييمنا كعسكريين كانت أدنى بكثير مما لوحت به إسرائيل فالضربة ما كانت ضربة موجعة ولكن المرشد الأعلى وجده أن السكوت يسقط حق الرد لإيران فطلب تضخيم الأمر ضخموه حتى يبقى حق الرد بتاح إدنين ونجعله كالسلاح بيد بزشكيان في إدارة المفاوضات فسلحوه برفع منسوب أن الضربة كانت موجعة بزشكيان اليوم كانت إلى تصريح جدا لافت ويتناسب ما تفضلت به قال إذا توقفت الحرب في غزة هذا سيؤثر على شكل ردنا وعلى كيفية ردنا يعني ماذا يقصل في العلوم العسكري أحسنتم لأنه نتنياهو يطالب بس على تفك الارتباط بالساحات المنجز الأكبر الذي حققته الدبلوماسية الإيرانية هي في ربط الساحات في معادلة واحدة اللي هي الحل في لبنان والحل في غزة الحل في لبنان وفي غزة معنى ذلك أنه أحكام الطوق الطاقة خليج بحر الأحمر حوض البحر متوسط وتكون فيه إيران اللاعب الفاعل والمؤثر لأنه إيران تتحدث عن ما يطلق عليه ببرنامج نووي سيؤمن مظلة نووية شرقا السطية شنو قضية المظلة النووية لأن هذه لابد أن ننعش ذاكرة الرأي العام بها المظلة النووية أن الدول الكبرى التي تبتلك السلاح النووي تأتي إلى حلفاءها الذين لا يبتلكون السلاح النووي تضف عليهم دعم وإسناد للدول التي لا تبتلك السلاح لها على سبيل المثال الولايات المتحدة لديها تحالف أكثر من 30 دولة ضمن المظلة النووية بريطانيا هولندا وبلجيكا ضمن المظلاتها روسيا بلاروسيا وكازاخستان تحت مظلاتهم النووية إيران ترى أن الحصول على البرنامج النووي سواء كان سلبي أو عسكري سيؤمن لها مظلة نووية تجمع فيها محور الممانعة ستكون هناك مظلة نووية شرقا وسطية إلى العراق بلاد سوريا ولبنان وفلسطين فهي معادلة ضخمة جدا هذه تقتضي بالحقيقة الحكمة في إدارة الصراع أستاذ عائد أجدد ترحيب بحضرتك وأسئلك هل من الممكن أن يكون الرد الإيراني قريبا قبيل للانتخابات الأمريكية أو قبل ذلك بقليل؟ لهذا الموضوع مستبع يلا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أحد فرح ولي دكتور أحمد قناتكم وقرأ مشاهدي لك بكل تأكيد نحن سمعنا أن هناك تصعيد حصل في اليومين الماضين تصريحات سلامي كانت واضحة وكذلك وصول السرب الخاص من الطائرات الأمريكية بـ 52 وكذلك منظومة تال كلها تدلل على أن المنطقة ذاهبة باتجاه حرب أو باتجاه تبادل الضروات ما بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصحيوني لكن أعتقد أن عملية رفع مستوى السقوف ومن أجل أن يكون هناك جلسة لربما تكون من خلال وسطها لإنهاء حالة الشد والجذب الموجودة الآن في منطقة شر الأسر وذهاب إلى طاولة مفاوضات من خلال إنهاء وتسمعنا بشكل كبير جدا ما يتحدث به الجميع أن هناك لربما رؤية لإنهاء الحرب في غزة وهناك رؤية لإنهاء الحرب في لبنان إلى أي مدى هذه حقيقة؟ يعني هي الآن أنا ما أعتقد أنها حقيقة ولكن لي رأي فيها أقول أنه عندما يؤلم الكيان الصحيوني من خلال ضربات التي توجهها المقاومة بشكل قوي جدا يلجأ اللاعب الأمريكي إلى طرح سيناريوهات التفاوض وإنهاء الحرب لكن شفنا أنه كل هذه الأمور حقيقة ما لاقت صدى واضح ومحدد لا في لبنان ولا في غزة ولكن اليوم أكو متغير اللي هي الانتخابات الأمريكية نعم الكل يسعى إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط له وقبل الانتخابات الكل ذهب باتجاه تقديم الهبات والعطايا للكيان الصحيوني وغازة الكيان الصحيوني نتحدث عن هارس أو نتحدث عن ترامب زين عفوا وكانت هناك وعود كبيرة جدا بحماية إسرائيل وعدم السماع بالمساس بإسرائيل وما إلى ذلك لكن الموضوع سوف يختلف بعد الانتخابات اليوم أمس تحدثت كامالا هارس في ميشيغان وقالت أنها يجب أن تنتهي الحرف في قطاع غزة لماذا؟ لأن هناك جالية عربية كبيرة جدا كما تعلمون ويتريد أن تغازل جالية العربية في هذه كيف يمكننا الثقة بكامالا هارس؟ له ونحن لا يجب لدينا الثقة حقيقة في كل مسؤولي الولايات المتعدة الأمريكية لأن القضية الفلسطينية اليوم عورها أكثر من 75 سنة لم نشبع منها إلا من الوعود الجوفاء والفارغة ما حصلنا من الولايات المتعدة الأمريكية أي وعد من الممكن أن يذهب باتجاه الحالة الأزمة وإنهاها في فلسطين هناك حقيقة الكثير من الأحداث الكبيرة والجسام التي حصلت خلال الفترة الماضية ووعدت الولايات المتعدة الأمريكية بأن تذهب إلى قضية حالة المشكلة وفق الشرعية الدولية وقانين الشرعية الدولية 424338 لكن الحجة الأخيرة التي كانت تتحدث بالولايات المتعدة الأمريكية أن القدس وهل سوف يكون القدس شرقاً للدولة الفلسطينية أم أبو ديس أم يعني هذه المشكلة تحاول أن تخلق أزمة وتخلق مشكلة لا تريد من خلال هذه المشكلة وهي تريد أن تتعرف ولا تريد أن تعطي التزامها سيني هل سؤالي إيران سوف ترد في الأيام القليلة المقبلة في اليومين القادمين؟ لا أعتقد أن هناك ضربة وإنما هذا التصعيد ما بي على أساس كما قلنا هي رسالة متبادلة ما بين الطرفين وأعتقد أنه كما تحدث سيد سعود بزيشيان وقال بالحرف الواحد إذا كانت هناك خطوات إيجابية من قبل الولايات المتعدة الأمريكية بينها حالة الصراع في غزة وفي لبنان أعتقد أن الإيران سوف تكتفي بها جيد هل الولايات المتحدة تريد إنهاء هذه الحرب؟ بكثة أكيد هي الحرب لها تبعات كثيرة جدا الولايات المتعدة الأمريكية تريد أن تحافظ على الكيان الصيوني تحافظ على هذا الموقع المتقدم لها في منطقة الشرق الأوسط هي شعرت بشكل كبير جدا أن الكيان لربما تهدد بحالة غير مسبوقة من خلال الضربة التي تعرض لها في 7 أكتوبر وأن هناك محور المقاومة ومساحة الكيان قد تقوضت بشكل كبير جدا فبالتالي تريد أن تعيد للكيان الصيوني جزء منها يبتأ سمحت بأن يتمادى ويوغل نتنياهو بتوجيه ضربات إلى محور المقاومة واستداب قيادات المقاومة إلى ذلك الرسالة أن الكيان الصيوني كما كان قوي ويمتلك قدرة للوصول إلى أبعد نقطة لكن هذه الأمور بكل تأكيد لا هذه ولا تلك هي من الممكن أن تكون هي الرؤية في داخل الولايات المتحدة الرؤية هي أن يكون هناك حفاظ على الكيان الصيوني أستاذ أحمد إذا ما ردت إيران ما الذي تتوقع أن يكون هدفا أو بنقا ستراتيجيا يعني في تقديري إلى الآن الرد مستبعد لأن إيران تركز على مسألة إدارة الأزمة ضمن أبعاد ما يطلق عليه بالميتة استراتيجية ما وراء الاستراتيجيات يعني لا تقتصر فقط أفق الرؤية الإيرانية على الشرق الأوسط ولما هي تتعامل دوليا ولذلك كانت حدثت عن المظلة النووية وحالة التوازن في الردع النووي على المستوى الدولي الولايات المتحدة تحكم قرارها على مستوى السياسة الخارجية عنصرين أساسية الأول هو أمن الحلفاء والثاني أمن الطاقة الآن أوروبا تعاني من أزمة وخانق كبير جدا على مستوى الطاقة وبديلها الشرق الأوسط وعلى مستوى جبهاتها الداخلية في أزمات اقتصادية كبيرة جدا على اعتبار أن ارتفاع الغلاء وأزمة الطاقة باتت تتقل على الدول وعلى الأفراد وأصبحت هناك نقمة جماهيرية كبيرة جدا بدأت تعاني منها الدول التي كانت توصف أنها صاحبة اقتصاد راسي كألمانيا وألمانيا لجأت إلى فرنسا من أجل التقاسم وتشاطر الإمدادات للغاز حتى وصلت إلى مرحلة أن فرنسا وألمانيا يتبعون أسلوب ترشيد الاستهلاك على مستوى الطاقة وهذه الحرب صالها سنة لو استمرت الحرب أكثر من هيجي فماذا لو استمرت؟ ستتدمر بعد عدنا بحدود 11 مليون لاجئ دخلوا إلى أوروبا من أوكرانيا هؤلاء يشكلون عبءا شديدا جدا على الاقتصاد الأوروبي فبدأت الأسعار ترتفع المواد الغدائية سيد سيد أحمد المشكلة ميم أوروبا والمشكلة حتى ميم الولايات المتحدة المشكلة نتنياهو لا يريد إنهاء هذه الحرب لا هو بالحقيقة ليس لا يريد إنهاء هو يرغب في قضية الأمن القومي والجغرافية وقضية ما يطلق عليه بالمجال الحيوي أو توازنات الأدوار الإقليمية نحن عندنا نظام دولي جديد لطالما تحدثت فيه الولايات المتحدة ترى أنه يجب أن يكون هناك نظام إقليمي جديد شرقا وسطي إيران الآن في إدارة اللعبة لعبة الحرب هي تسعى إلى أن تحصل على حيز يضمن لها ولأمن حلفائها وعني بهم المحور دورا فاعلا شرقا وسطيا ضمن معادلة النظام الدولي الجديد والنظار الشرقا وسطي الجديد العراق من هذه المعادلة وين؟ العراق في قلب المعادلة على مستوى الطاقة هو بالأساس يرتبط في المحور الأخطاء المحور اللي هو حق المارين غزة وأهدافة يمتد إلى الربع الخالي السعودية ويصل إلى حق العكاز وحق الكورمور في سليمانية طبعا هذا يمتد أيضا المحور إلى سوريا وصولا إلى حوض البحر متوسط في هذه المعادلة تحضر أدوار الدول المتحكمة في مصادر الغاز نحن عندنا ثلاث دول بالعالم الدولة الأولى روسية تليها إيران ثم الثالث قطر يعني كالا يقولون قطر هي قطر بالحقيقة تستثمر لكنه إيران متقدمة عليها بما تلك من خزين استراتيجي على مستوى الغاز فقط تحتاج إلى الاستثمار والدعم الدولي لتنهض ببنية تحتية على مستوى طاقة الغاز الذي هو يشكل الأمن القومي لأوروبا هذه المعادلة متى ستحصل؟ بعد الانتخابات سيصار إلى تسوية الملف في أوكرانيا والذي تحدث عنه ترامب في قضية أن أوكرانيا المفيدة التي تمثل حوض الدونباس بين روسيا وبين بلا روسيا سيصار إلى منحها إلى روسيا بغض النظر عنه من سيتولى الحكم في الولايات المتحدة كاملة أو ترامب؟ أحسنته إذا تغيرت الوجوه فهذا لا يعني التبدل في البرنامج الحكومة هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة ترسم برنامجا ستلعب فيه إيران دورا بارزا وبالمناسبة تقييد ترى فقط هذه معادلة مهمة الضربة الإسرائيلية كانت لنتنياهو رغبة في ضربة شديدة من قيد ننتنياهو هي الولايات المتحدة أنه لا تستفز إيران لأنه إيران ستكون في المرحلة القادمة فاعل ومؤثر بحلفاها وبجورها نقطة مهمة جدا أستاذ عائد يعني هسا أنت أين ترى العراق من هذه المعادلة؟ أنا العراق أجده الزائد في المعادلة إسرائيل زائد إيران شنو النتيجة؟ فهو في قلب المعرك يعني بكل تأكيد يعني فبالتالي العراق الذي أصبح اليوم ممرا استراتيجيا ويحظى بوجوده في منطقة جيوة سياسية مهمة جدا من العالم والتي ذهبت بعض الدول الآن بالاتفاق مع العراق في شراكية وهذه شراكية من خلالها من الممكن أنه يستثمر الطريق العراقي اللي هو طريق التنمية وأعتقد أنه العراق وقع مع تركيا وصربيا والمجر وبولغاريا على أن يكون هناك اتفاق ما بين هذه الدول إضافة للرباعية اللي تشكل من قطر والإمارات والعراق وتركيا حتى تكون هي المتحكمة في طريق التنمية تتوقع باختصار تتوقع انتهاء الحرب قريبا لو ستأخذ من حياة أخرى لا هو يعني هناك تصريحات من قيادات صهيونية على سبيل المثال سموترش تحدث أنه عملية انهاء الحرب في لبنان لربما تحتاج إلى نهاية العام الحال نهاية العام الحال يعني لدينا أكثر من شهر طيب وأنت أستاذ أحمد نعم بعد الانتخابات ستكون مرحلة تسوية سواء كانت لقضية أوكرانية أو قضية الحرب شرق وسطية شكرا جزيلا على الخبير الأمني أحمد الشريفي حياك الله وشكرا لما تفضلت به السياسي المساغل عائد الهلالي شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به ختام حلقتنا مع أهم ما جاء في الموجز الخبر لنتاب رئيس ومجلس الوزراء محمد شاع السوداني يلتقي رئيس مجلس النواب محمود المشداني في بغداد اليوم الأححد ويتم بحسب التطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريحة حدوث تسريب نفطي في مياه نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين وهيئة الموارد المائية صلاح الدين تؤكد أن العمل جاري لتنظيف نهر دجلة وإزالة البقعة الزيتية وزارة النقلة تعلن إنجاز مرحلة التصاميم الأولية لطريقة تنمية بمسارين البري والسكتي بنسبة مائة بالمئة استمرار هطول الأمطار في أغلب مناطق البلاد وتوقعات لتوقف الأمطار ونهاية الحالة الجوية المنطرة يوم غد الاثنين رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني وافقوا على إطلاق مبادرة لاستخطاب الكافاءات في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي بإشراف خبراء دوليين الحصات انتهى لهذا اليوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة